أمم المتحدة إن فصائل المعارضة السورية التي لن تحضر اجتماع أسيتانا باستطاعتها المشاركة في مفاوضات الجناز المخططة إجراؤها مطلع شباط المقبل وأضف نائب المتحدث باسم المنظمة الأمنية أو الأممية فرحان حق إن الأمم المتحدة تلقت دعوة للمشاركة في محادثات أسيتانا مضيفة أنها تأمل في أن تكون المفاوضات مثمرة كما توقع أكبر تمثيل ممكن من الأطراف السورية في المناقشات